أنا أصل مصري عم تكوني متواجدة بمصر فاتفضل المصر الأجواء والأوساط المصرية وخاصة الأوساط الفنية سوف يلفها الحزن للأسف والحداد بسبب رحيل شخصية فنية بارزة ومارموكة هذه السنة كما أرى غياب ورحيل شخصية سياسية مصرية مشهورة وباردة وذلك خلال الأشهر القادمة سوف يسجل الجيش المصري انتصارا جديدا على الأرض ويكون حديث الناس والإعلام بسبب حدث إيجابي وكبير وسنرى الشعب المصري يقف خلف الجيش ويتعاطف مع الجنود الأبطال أمام هذا الإنجاز والحدث الكبير مع تأييد لافت وبارز يلف الشارع المصري في المرحلة القادمة سنكون أمام إنتاج خطة مصرية جبارة وفاعلة تجعل الاقتصاد المصري يتعافى وينتعش من جديد وأرى أن عجلة الاقتصاد المصري لا ولن تتوقف مهما بلغت الصعوبات ومن يعتقد اليوم أن مصر لن تنهض وتتعافى اقتصاديا فلينتظر ويسمع ويرى كرارات وإجراءات الكيادة المصرية ومن الرئيس السيسي بالذات وخاصة على سعيد الزراعة والصناعة المصرية بشكل خاص مما سيجعل مصر تتصدر الواجهة الزراعية والصناعية من جديد بما يخدم حركة الاقتصاد وإنعاش البلاد بزمين كانوا يقولوا إذا جاع العالم مصر بتكفيه وإذا عطش العالم بالنيل بترويه جاعة العالم كله مصر ما بتجوعه هذا مسأل مصري أما على الوجوه الإعلامية البارزة للأسف والمشهورة على الشاشات المصرية منشوف أحد الإعلاميين بيصبح في ذمة الله من جراء تعرضها أو تعرضه لسكتة قلبية مفاجأة على الهواء ممكن تكون؟ لا مش ضروري بس نسمع أنه من وراء يمكن يا فيروس أو طعم أو شيء الله والعليم ليلة خلال هذه الحلقة كما ذكرت ببداية حلقتنا رح يكون في توقعات دولية ورح يكون في توقعات عربية كمان عامة بحب ذكر لكل اللي عم يتابعونا عبر قناة ليلة عبداللطيف الرسمية على يوتيوب ليلة رح نروح لسلطنة عمان سلطنة عمان ستكون سلطنة عمان خلال الشهور الباقية من 2023 وبداية 2024 هي المحور الأساسي والوسيط البارز والفاعل في اختراع الحلول لأكثر من أزمة عربية وخاصة ما بين اليمن وليبيا وسنرى سلطنة عمان تدخل على خط الأزمات في تونس ولكن أرى أن الدور الأكبر والمميز للقيادة في سلطنة عمان سيكون في سوريا وسنرى السلطن هيسم بن طارق يكون بجولة عربية تبدأ من مصر والمرحلة القادمة بتشهد حركة دبلوماسية ناشطة وفاعلة ما بين سلطنة عمان والسعودية وذلك بسبب حصول تطورة وأحداث بارزة منطقة سياسية منشوفة منطقة عفوا سياحية مميزة في سلطنة عمان بتكون حتى أنظار الإعلام والعالم والحدث بارز وكبير ونرى من خلال عدد كبير من السواح والأجانب والعرب بقلب هذه المنطقة السياحية وبشكل غير مسبوك حتى ما منستبعد سلطنة عمان منشوف الحركة الدبلوماسية ما بين سلطنة عمان وبين سوريا وما بين سلطنة عمان وليبيا وما بين سلطنة عمان والعراق يعني سيكون فيه نشاط خير كبير لسلطنة عمان مع المملكة العربية السعودية نعم نفهم أنه سيكون فيه سيكون نشاطات كبيرة ليلة عبداللطيف سنذهب لقطر قطر سنشهد زيارة وفد إيراني وقطري مشترك يزور المملكة العربية السعودية وبشكل مفاجئ وسوف تفتح هذه زيارات أبواب صفحة جديدة وتمحو كل الخلافات السابقة بين قطر والسعودية وإيران وروسيا والصين سنراهم في قلب هذا الحدث جهود ومساعي جبارة سيكون بها أمير دولة قطر حفظه الله من أجل إنجاح مساعي السلام وإعادة الاستقرار إلى عدة دول عربية أمنيا واقتصاديا وسياسيا ابتداء من اليمن إلى سوريا ولبنان وسنرى قطر والسعودية يدم بيد لإنجاح كل المساعي التي تصب لمصلحة العرب وبلاد العرب أمير دولة قطر سنراه يقوم بجولة عربية واسعة والمحطة الأولى بتبدأ بين إيران وبين مصر كما سنرى أمير قطر يقوم بزيارات مفاجئة إلى الولايات المتحدة وصورة تجمع أمير قطر مع الرئيس بايدن نعم نتمنى كمان أنه على أمير قطر يزور لبنان كمان إن شاء الله كمان بيكون دعم لألماء مش بعيد نشوفه جزائر ليلى مش بعيد نشوف أمير قطر بلبنان أنا ما سألتك ملت مرة أو أنت بتقوليها العطاة هيدا ألهم بتقوليها على طريقتي هيدا ألهم